بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء الأشياء التي ندركها بحواسنا قد يكون لها مظهر ومخبر المظهر ندركه بالحواس المخبر يحتاج إلى إعمال القوة العقلية والاستنباط مثلا أنت ترى جسدا هذا تراه بعينك لكن هذا الجسد حيل وميت ترى جسما الجسد هو للميت طبعا يطلق في اللغة الجسم عام من الحي والميت ترى جسما هذا الجسم حيل وميت أنت الشيء الذي تراه الظاهر لذلك قد لا يميز الإنسان بين ميت مات الآن وحي نائم بالظاهر يمكن متميز بينهما وإنما حينما تشعر بآثار الحياة ترى أثر الحياة كالحركة والحرارة وما إلى ذلك من أثر الحياة تستنتج أن هذا الجسم هو جسم حي وإذا لم تجد أثر الحياة تستنتج أن هذا الجسم هو جسم ميت نحن عادة حواسنا الخمس هذه فقط ترتبط بالأمور الظاهرية أما المخبر لازم نحرك القوة العقلية إما عن طريق الأثر الأثر يدل على المؤثر أو عن طرق أخرى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الآخرة الآن موجودة لكن نحن لا ندركها لماذا؟ لأن حواسنا الخمس قاصرة عن إدراك الآخرة الآية الشريفة تقول وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ الآن هذا الكافر الذي ترى هذا يمشي هذا جهنم محيط به لكن لا يدرك ذلك لأن الحواس الخمس قاصرة عن إدراك هذه الحقيقة الآن كل واحد منا يحيط به ملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملك عن الطرف الأيمن وملك عن الطرف الأيسر ويسجلون كل ما ينطق به الإنسان إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يوم القيامة يعطو كتاباً يلقاه منشورة اقرأ كتابك لكن وين هذا الملك؟ نشوفه بعينه لا نسمع صوته لا نشعر به بالذائقة بالشامة باللمسلة ليش؟ لأن حواسنا قاصرة الآية الشريفة تقول إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً هذا ليس تعبير مجازي أنه هذا الأكل يوم القيامة يتحول إلى نار لا هذا تعبير حقيقي لكن حواسنا قاصرة عن أن تدرك هذا النار في لحظة الاحتضار وبداية الموت الآية ماذا تقول؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حديد يعني حاد الإنسان في لحظة الاحتضار الله سبحانه وتعالى يعطيه قوى مدركة أخرى أو هي القوة بالأساس موجودة لكن أكو عليها غطاء فكشفنا عنك غطاءك مثل واحد سادين عينه بعصابة مثلاً هو إلى هذه القوة لكن أكو حجاب أمام عينه أمام عينه أكو حجاب فبالموت الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الحجاب فالإنسان بروحه يرى ملك الموت يرى الشياطين يرى الملائكة يرى رسول الله محمداً صلى الله عليه وآله يرى أمير المؤمنين لأنه في الأحاديث شبه المتواترة المستفيضة أن كل ميت سواء مؤمن أو منافق في لحظة الاحتضار يرى رسول الله ويرى أمير المؤمنين فإذا كان هو من أهل الجنة والفوز يبشرانه بالجنة وإذا هو من أهل النار يبشرانه بالنار فإذن أكو ظاهر وأكو واقع الناس اللي مستواهم الفكر متدني منخفض بس يشوف الظاهر يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا لكن الإنسان إذا مستواء العقلي ارتفع هذا المستوى العقلي إذا ارتفع ذاك الوقت قد يدرك بقوته العقلية لا بحواسه يدرك بعضاً من الحقائق يعني شوفوا الآن إحنا مثلاً نشوف واحد منخطف لونه لأنه إحنا مو أطباء يعني أنا مو طبيب بس أنا ما أدري أكو طبيب هنا لولا في الحضور ما ندري أنه ليش هذا لون منخطف لكن الطبيب الحاذق قد يرى هذا اللون المنخطف ويكتشف أن هذا علامة على مرض معين أو على مرض الصغير معين لماذا أنا لا أعلم لأنه أنا ما دارس علم الطب مو طبيب أشوف الظاهر لكن لا أعلم بأن هذا الظاهر يكشف عن مخبر أما ذاك الطبيب عنده علم فهذا يشوف الظاهر بالعلم اللي دارسه بالجامعة وبالتجربة اللي عنده يكتشف المخبر أن هذا علامة على مرض معين أو على مرض ما يقول هذا يحتاج لإلاء علاج إحنا واحد من أصدقائنا الله يرحمه هذا رجل كبير السن كان فأصيب بالجلطة دماغية شديدة اللي هاي الجلطة الدماغية الأطباء يقولون هي تقتل الإنسان خلال ساعة بس متى أصيب هذه الجلطة بعد صلاة العشاء كان جالس على المنبر دا يخطب وصدفة أكو طبيب متخصص في المخ موجود في المجلس هذا الطبيب شاف هذا دا يخطب شاف أكو علامات السكتة الدماغية لأنها من قبل إلها علامات فهذا عندما وصل إلى لحظة الطبيب صعد على المنبر احتضنه فورا ودا إلى المستشفى وهو أشرف على علاجه لو هذا الطبيب ما كان موجود قطعا كان يموت زيان الناس موجودين مجلس غاصب أهل كان واحد من العلماء الله يرحمه لكن هذا الطبيب يشوف المظهر ويعلم بالمخبر لتجربته زيان الإنسان القوة العقلية اللي ترتبط بالدين الله سبحانه وتعالى يعبر عنها أولي الألباب اللب الخالص من كل شيء هذا نسميه لب أولي الألباب العقل قد يكون مشوب بأمور فالإنسان ينخدع عنده معلومات مغلوطة تربية خاطئة تفكر غير صحيح فهذا يغطي على عقله صحيح هذا عنده عقل كل إنسان الله سبحانه وتعالى باستثناء المجانين حباه عقلا لكن هذا العقل قد يدفن تحت ركام من العادات من التقاليد من التربية السيئة من المعلومات المغلوطة والأنبياء في الحديث الشريف كما في نهج البلاغة الله سبحانه وتعالى بعثهم ليثيروا لهم دفائن العقول الإثارة شنو هي؟ هي حرث الأرض فإذا حرث الأرض يثار الغبار هذا يعبر عنه بالإثارة ليثيروا يعني يستخرجوا من الأرض دفائن العقول الله سبحانه وتعالى في القرآن شنو يقول؟ كثير آيات آيات لأولي الألباب وما يذكروا إلا أولو الألباب أولو الألباب أولو الألباب يعني أصحاب العقل الخالص ذول عقلهم الخالص من الشوائب من الشهوات من الكذا هذا يدركون الحقائق وفي روايات متواترة عندنا يرويها صاحب تفسير البرهان جامعها أن أولو الألباب في الروايات هم شيعتنا ذول اللي وصلوا إلى لب المطلب أما غير شيعتهم عليهم الصلاة والسلام ما واصلين إلى لب المطلب والحقيقة ولكن هذا موضوع آخر إذن الإنسان يرى الظاهر ولكن بحاجة أن يرى الواقع أيضا حتى لا يسقط في مطبات إذا مرة فهذا مطاب هذا الإنسان يصاب في جسمه أقصى حد أنه يقتل حي الدنيا تنتهي والدنيا هي أيام معدودة إذا اليوم ما انتهت بعد سنة تنتهي بعد سنة ما انتهت بعد مئة سنة تنتهي لكن الآخرة لا تنتهي إذا الإنسان وقع في مطب في مسألة الآخرة لعله أنه يخسر الآخرة خسران مبين يكون أبدا الآبدين في نار جهنم هناك في الحديث الشريف فلقتحمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو يطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخر الآية تأويل الآية الإمام ومجموعة من الأمة يقولون نحن العقبة في يوم القيامة هناك عقبة إحنا إذا إحنا وقعنا تعبر الصراط إذا ما وقعنا تسقط أكو واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو مؤمن الطاق محمد بن علي الأحول مؤمن الطاق هذا من ثقات أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق كان خرج زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه زيد بن علي كان مأذون له في الخروج كما يظهر من الروايات وتراحم الأمة عليه لكن الإمام الصادق لم يأذن لأصحابه الخاصين في المشاركة في ثورة زيد بن علي أذن لزيد أن يخرج ولكن لأصحاب الخاصين لم يأذن لهم لأن الإمام كان يريدهم لنشر العلم فزيد جاء إلى مؤمن الطاق ودعاه إلى نصرته قال له إذا واحد منا أهل البيت يدعوك للنصرة أنت تجي تنصره له لا فهو مؤمن الطاق هم بأدب قال له إذا كان أبوك يعني الإمام الباقر أو أخوك نعم أما إذا غير أبوك وأخوك يعني الإمام الباقر والإمام زين العابدين بهذا التعبير كان احترام ولو هو كان في زمان الإمام الصادق بس هو الزيد كان عم الإمام الصادق فمؤمن الطاق أراد أن يحترم زيد بهذا الاحترام قال له إذا أبوك يقول لي أو أخوك الإمام الباقر نعم قال له زين أنا أدعوك فزيد قال له أنه أنا لي نفس واحدة هاي النفس الواحدة إذا صرفتها في طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى بعد ما أكو مجال تجربة صح وخطأ يعني إذا قتلت ما أقدر أرجع نفسي حتى أصلح ما فسد من أمري حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخن إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون نفس واحدة إلي هاي النفس أنا ما أخسرها في الطريق يتبين خطأ هذا الطريق طبعا هو الطريق صحيح كان بس هو ما كان مأذون الإمام ما كان آذن له أن يخرج الإنسان ما عنده مجال صح وخطأ إذا مات بعدين يصحح كلا ينتهي الأمر فرعون في لحظة الاحتضار قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بني إسرائيل وأنا من المسلمين ماذا قال له جبرايل قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما يفيد ما بمجال فإذن الإنسان يشوف الظاهر لازم يخش يشوف الباطن أيضا اللب العقل الخالص من الشوائب هذا يستخرجه حتى يشوف الحقيقة شنو هي لا يخسر الدنيا والآخرة أو إذا ربح الدنيا يخسر الآخرة شنو هي قيمة الدنيا أيام معدودة واحد يلتذ بالدنيا ثم يخسر الآخرة أكو في مثل ينقل صاحب الوافي ولعله رواية يقول إذا كانت الدنيا من الذهب والآخرة من الخزف إذا الدنيا من الذهب والآخرة من خزف خزف تراب إذا كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف لرجح العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني كيف والأمر بالعكس الدنيا هي الخزف والآخرة هي الذهب فإذا هذا المجال الإنسان لازم يدخل فيه يشوف الواقع شنو هو الظاهر لا يكتفي به يتعمق في المسألة والتعمق في المسألة بحاجة إلى عقل العقل بحاجة إلى علم لأن الإنسان العقل مرشد المرشد يحتاج له إلى معرفة يعني شوف إذا واحد أعقل العقلاء أعقل العقلاء إذا جالس في مكان لا يعلم بأن هناك خطر محدق به يتحرك من مكانه لا ليش ما يتحرك من مكانه هناك بعض الأماكن خاصة في العراق هناك عبوات ناسفة كذا زيان الناس جالسين من المؤمنين الناس من عامة الناس عقال ليش ما يشردون لماذا خلل في عقلهم أكو لا عقلهم كامل بس العقل يحتاج له إلى علم إذا در أن هنا عبو ناسفة يشرد إذا نحن علمنا بأن خطر يحدق بنا عقلنا يقول اهرب من هذا المكان أنقذ نفسك بس إذا أنت ما تدري لا علم لك حتى لو تكون أعقل العقلاء لا تعمل حسب المقتضى الذي يجب أن تعمل عليه لماذا؟ لأنك لا تعمل لا تعلم الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء الذي يعلم هذا اللي يخشى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بالآخرة أما الذي لا يخشى الله ويرتك بالمعاصي زين؟ هذا الإنسان في الحقيقة ليس عالم بالله حتى لو بلسانه إذا يقول لا إله إلا الله حتى إذا بلسانه يتشهد الشهادتين وبذلك يدخل في دائرة المؤمنين والمسلمين حتى إذا يصلي حتى إذا يصوم بس إذا في قلبه لا توجد خشية من الله سبحانه وتعالى هذا في الحقيقة معرفته بالله ضعيفة لو يعلم ما يسوي يعني شوفوا الآل مثلا أكو في بعض المناطق في الطرق السريعة كاميرات مراقبة هذه كاميرات تسجل المخالفات زين؟ السواق بعضهم يخالفون بس لما يوصل إلى منطقة اللي فيها كاميرات المراقبة يخفف السرعة حتى لا تجي الغرامة هذا ليش يخفف السرعة؟ لأنه عنده علم جازم بأن هاي الكاميرا ما بيها خطأ كمبيوتر تصوير يصير وبعدين يروح دائرة المرور وبعدين الغرامة تجي إلى بيته وقد تكون غرامة ثقيلة في بعض الدول مثلا لأنه يعلم علما حقيقيا بس إذا واحد يشك أنه هذه كاميرات مو كاميرات حقيقية هاي مجسمات كاميرا يعني الشرطة نخليها بالطرق حتى يخوفون السواق مثلا ما عنده قطع وعلم بهذا الأمر أو يتصور أن هذه الكاميرات مثلا فيها عطل هذا الإنسان شنو يسوي يوصل إلى هاي الكاميرات ما يخفف السرعة ليش لأنه يعلم أو يظن بأن هذه الكاميرات ما راح تنقل صورته يمكن يكون قد أخطأ هي في الواقع كاميرا حقيقية هو يتصورها مجسم كاميرا ماكيت مثلا مع ذلك يخالف ليش لأنه ما عنده يقين بعد بعدين لما نأجت الغرامة يقولوا إحنا أخطأنا تصورنا أن هذا ماكيت مثلا هذه مثلا مجسم اللي يعص الله سبحانه وتعالى هذا حقيقة اعتقاد بالله في خلل أو إذا يعتقد بالله اعتقاد بالآخرة فيها خلل وإذا يعتقد بالآخرة معلومات الدينية مغلوطة أكو بعض الناس يرتكي بكل معصية تقول ليش ترتكي بكل معصية يقول الرسول صلى الله عليه قال يشفع لي أمير المؤمنين يشفع لي الإمام الحسين يشفع لي وصحيح هي الشفاعة موجودة صحيح الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا جميعا صحيح بس أكو ضمان الله يقول أنه يمكن أني أغفر لك أن الله لا يغفر أيش ركبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء زيان آني إذا ارتكبت معصية هل أضمن أن الله سبحانه وتعالى يشاء المغفرة هل أضمن أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسول ولأهل البيت بأن يشفعوا لي لا يشفعون إلا لمن ارتضى هل أضمن ذلك هل أضمن أنه هذه المعاصي لا تسبب كفري قبل موتي في سورة الروم الله سبحانه وتعالى يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون لأن المعاصي سلاسل مترابطة معصية جرمعصية ثانية هذه قصة معروفة ذاك العابد في بني إسرائيل برسيسيا اسمه ما أدري اسم آخر اسمه زين جابوا لبنت فيها مس من الجنون حتى يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يشافيها فوسوس الشيطان بعد ذلك حتى يخفي جريمتها اضطر أن يقتلها بعد ذلك دفنها بعد ذلك اكتشفوا جريمته وادوه على الصلب يصلبوه فجاءه الشيطان وقال له أسجد لي وأنا راح أنقذك من هذا الصلب فالسجد للشيطان قال ما قدر أسجد أنا مصلوب تكلم عينك بالإشارة بالإيماء فالسجد للشيطان بالإيماء وشيطان هم ولا فمات كافرا المعاصي سلسلة ارتكب جريمة زين السألان يمكن تكتشف الجريمة ارتكب جريمة ثانية هي القاتل وارتكب جريمة ثالثة وأخيرا فضح وارتكب الكفر حتى ينقذ نفسه هكذا هذا اللي بهذه العقيدة يجي ويرتكب المعاصي هذا في عقيد تخلل هذا في عقيد تخلل يعني شنو يعني علم في إشكال يعني ما فاهم معنى الشفاعة ما فاهم معنى المغفرة ما فاهم أن الله سبحانه وتعالى كما هو واسع الرحمة كذلك شديد العقاب إن بطش ربك لشديد الله في آية من القرآن يقول ورحمتي وسعت كل شيء لكن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الرحمة العامة تشمل الكل ذول اللي أكفر الكفار هذا يتنفس يأكل يلتذ يتحرك هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى عليه عامة الله صحيح رحمة عامة لكن إن بطش ربك لشديد إنا من المجرمين منتقمون هذا اللي فقط يرى رحمة الله سبحانه وتعالى هذا في علم خلل صحيح الله رحيم لكن الله سبحانه وتعالى شديد الانتقام أيضا فأنت يجعل نفسك قابل للرحمة أنت لا تعلم أن أي معصية ترديك أكو في حديث شريف لطيف هذا الحديث الحديث يقول لا تستحقرن شيئا من الطاعات بعض الأحيان الإنسان يقوم بعمل يعجب بهذا العمل قام نص الليل ساعة ونص لصلاة الليل زيان وبتوجهه بكذا قد يصاب بإعجاب بهذا العمل يصور أن هذا العمل خلاص بعد ماكو أفضل منه وبعض الأحيان بعض الطاعات الصغيرة الإنسان يرتكبها لكأنه يستحقرها جميع هذا العمل مثلا الحديث يقول لا تستحقرن شيئا من الطاعات فلعل فيه رضا الله ولا تستحقرن شيئا من المعاصي واحد يعتبر القتل جريمة كبيرة أما هسا فاتكذبها كذبها مو مهم فاتغيب اغتابها في مجلس مو مهم يقول ولا تستحقرن شيئا من المعاصي فلعل فيها غضب الله ولا تستحقرن عبدا من عباد الله فلعله ولي الله تشوف هذا الزبال اللي في نظرك ميس وفلسيان لعله الله بالشفاعة هذا يدخلك الجنة لعل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا داي فيض عليك النعمة أكو في حديث شريف لو لا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب العذاب على بني آدم صبا اللي العلامة المجلسي في مرآة العقول في شرح هذا الحديث يقول أنه وكفى بنا ذلا ما معناه أن الله يرحمنا يرحمنا لأجل البهائم لأنه لو لا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع هو حديث قدسي لصببت عليكم العذاب صبا يعني الله سبحانه وتعالى يقول هو نص الحديث هكذا لصببت عليكم العذاب صبا فكفى بنا ذلا أن الله يرحمنا لأجل البهائم أنت ما تدري شنو أنه يوجب غضب الله سبحانه وتعالى فلازم دائما تكون في حذر إذا الإنسان علم صحح وصار علم واقعي مو علم ادعائي إذا صار علم واقعي عقيدة بالله عقيدة بالرسول عقيدة بالأئمة عقيدة بالمعاد المفاهيم الدينية ذاك الوقت هذا الإنسان إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس المقصود فقط يعني علماء الفقه وعلماء الدين ورجال الدين لا أي واحد يعلم سواء كان في هذا الزي أو كان في زي آخر يكون علم واقعي مو علم ادعائي علم صوري يكون علم الإنسان مصدق حقيقة مو فقط لقلقت لسان هذا يحتاج إلى مطالعة إلى تهذيب للنفس إلى توجه إلى الله سبحانه وتعالى في حديث شريف ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلبه من يشاء هناك آية شريفة نستشهد بيها قبل ما نختم الكلام الآية الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بس أكل بعض يسألون نشوف بعض ذول المجرمين يصلون دائما في أول الوقت وكذا وبعد ذلك يرتكبون الجرائم الكبيرة كان واحد من ملوك إيران هذا كان من أكابر المجرمين فهذا كانوا يجون عندما يعتقلون واحد يسألوه ماذا نفعل به مثلا يقول ضربوا عنقه فشان داي يصلي في صلاته فإجوا وأشاروا لأنه فلان جاي بي أشار بيده على عنقه هكذا إنه هو داي يصلي في صلاته زين وذولا الآن التكفيريين السلفيين ملتزمين بالوقت في أول وقت يصلون وبعد ذلك يذبحون الناس الصغير والكبير والرجل والمرأة ويفعلون ما يفعلون شلون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو الواقع الصلاة الصحيحة إن الصلاة الصحيحة إذاك صلاة باطلة هو ما عنده الولاية زين وضوءه باطل غسله باطل أعماله باطلة هذه صلاة باطلة هاي صورة صلاة مو صلاة حقيقية اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الصحيحة مثل ما أنت تدخل إلى مستوصف تشتري دواء إذا هذا القرص هو القرص الصحيح مو مزور هذا اللي يأثر في العلاج بس إذا قرص مزور زين أقراس مزورة صورة مثلا دواء في بعض الدول هكذا يكون غسله ما رح يأثر صحيح هو صورة دواء أنت تقول للطبيب أنت يا طبيب قلت لي ايش أكل هذا الدواء اشرب هذا الدواء مثلا كذا تصير زين أنا استعملت الأدوية الطبيب يقول أنا قلت لك الأدوية حقيقية مو الأدوية المزورة الصلاة الصحيحة هذا أولا بعدين هاي الصلاة حسب درجاتها يمكن واحد صلاة صحيحة لكن هذه الصلاة شنو درجتها إذا الدرجة العالية جدا اللي الإنسان من أول الصلاة إلى آخر الصلاة بقلبه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة تنهى عن كل أنواع الفحشاء والمنكر أما إذا واحد صلاة مثل صلاتنا يبدأ بالصلاة يبدأ بس ما قال الله أكبر بدأ يفكر مننا ومننا وفي تفكيره يستمر إلى أن يقول السلام عليكم هذه الصلاة قد تكون صحيحة وأنه ليست صحيحة إذا كانت بوضوء وكان بقبله وكان بكذا وكذا الشروط متوفرة بس هذه الصلاة مفعول هيكون ضعيف تنهى عن الفحشاء والمنكر بس مو كل فحشاء والمنكر على بعض أنواع الفحشاء والمنكر تشوف أنت بعض المتدينين يقتل ما يقتل يزني لا يزني مثلا يفعل كذا ما يفعل كذا لكن غيبة يغتاب زين ليش هذا لا يقتل لكن يغتاب مع أن الغيبة أيضا من الذنوب الكبيرة السبب في ذلك شنو هو أنه صلاة مو ذي شالصلاة اللي بالدرجة المرتفعة صلاة بالمقدار اللي منعته عن القاتل منعته عن جملة من الكبائر ولكن لم تكن بتلك الدرجة اللي تمنع من الكبائر الأخرى هس الإنسان في موضوعنا إذا صحح فكرة بالعلم صحح عقيدته بالعلم حقيقة صار علم ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء نشوف بعض وعاذ الصلاطين هو عالم مو أنه معالم لكن هو أكبر مجرم لأنه يبرر للمجرمين جرائمهم هذا ليش لأنه هذا ذاك النور ما موجود في قلبه هذا ليس علم واقعي علم صوري معلومات لم تنفذ إلى أعماق قلبه إذا الإنسان صحح تصحيح حقيقي عقيدة بالله صارت عقيدة صحيحة بالرسول بالأئمة بالمعاد هذا ما يحتاج إلى التوجه إلى العلماء الربانيين وإلى مطالعة الروايات والتعمق فيها والاستفادة منها وعبادة الله سبحانه وتعالى العبادة الصحيحة إذا هذه الأمور صارت يصير علم حقيقي إذا صار علم حقيقي بمقدار ذلك العلم الخشيهم تكون موجود واحد يسأل مثلا أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام هو يدري أنه من أهل الجنة إذا إحنا ما ندري أنت ما تدري أنه في المستقبل ماذا سيكون أمرك المؤمن في الأحاديث بين الخوف والرجاء كم من مؤمن انزلت به قدمه فسقط إلى الحضيظ أما أمير المؤمن خو يدري أنه هو من أهل الجنة ويعلم بأنه هو قسيم الجنة والنار ولكن لماذا يخشى الله سبحانه وتعالى من خوف الله يبكي لأنه يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى علم عنده بعظمة الله سبحانه وتعالى خشية الله سبحانه وتعالى ليست من العقاب فقط خشية الله سبحانه وتعالى لعظمة الله سبحانه وتعالى يدري هو لا يعاقب هو قسيم الجنة والنار لكن يخشى الله سبحانه وتعالى لعلمه بالله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينه فإحنا إذا حاولنا يكون علم واقعي مو علم سوري مو معلومات مثل البغبغاء واحد حافظها البغباء يتلفظ الألفاظ لكن لا يدرك معانيها هذا مو علم إذا هالشكل صار يصير إنما يخشى الله من عباده العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقنا وإياكم للعلم الحقيقي وللعمل وأن يرزقنا شفاعة محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر